كيف يتفوق النادي الأهلي على صاحب جوزي مورينيو مدرب ريكاردو فورمسينيو طبعا هم فريق يعني بكرة ماتش نهائي والنهايات بتبقى 50-50 حتى لو انت الفريق الأقوى بس انت كمان بتقابل فريق منظم جدا دفاعيا مع صديق مورينيو مدرب تكتكيا طالما صديق مورينيو كمان وتابع مورينيو يبقى تكتكيا قوي بيدفع بشكل كويس بيلعب على هجمة المرتدة نفس مدرسة جوزي مورينيو بالضبط نستعرض تشكيل في يوتشر المتوقع ونقول مين الاثنين اللعيبة اللي ممكن برضو يدخلوا بكرة هم بيلعبوا اربعة تلاتة تلاتة بتتحول في الحالة الدفاعية هنعرضها كمان بالحالات لاربعة خمسة واحد في حراسة المارمة محمود جنش اللي كان رجل المباراة السابقة ونجح ان هو يصد كذا تلات ركلات ترجيح علي الفيل ومحمد عبد السلام اتنين مساكين ممكن يخش بكرة محمود رزق رجع من الاصابة لو دخل هيدخل مكان محمد عبد السلام لان هو اللي تصاب في اخر مباراة فممكن يبقى علي الفيل ومحمود رزق او محمد عبد السلام الباك رايد باسم علي في ظل طبعا اصابة عمر كمال عبد الواحد الباك ليفت جوزيف نجويم غنام محمد هو اللي بيبقى اللعيب الارتكاز اللي قدام الاربعة الاتنين اللي بيزيدوا محمد فاروق ومحمد صادق محمد فاروق بيبقى نحية يمين ومحمد صادق نحية الشمال احنا فاروق مصابت يعلي بس ممكن اه يعني جاهز ممكن يشارك بكر التلاتة اللي قدام دراميل اللي هو الجنبي احتخاله صاب لا مش مش منزلينه في قائمة الاصابات اه هو تصف في الماتش الاخير لكن ممكن يلحق يعني نفسه برضو ايه ربما وربما ماشي ده بالنسبة للمحمد فاروق ومحمد صادق الاتنين اللي هما بيزيدوا اللي قدام بقى دراميل وعبد الكبير الوادي ومروان محصن ده لتشكيل المتوقع تعالى نشوف فكر المدرب او طريق لعبه بيعتمد عليه طول الماتش بكرة بنسبة كبيرة هنشوف الصورة اللي احنا هنشوفها نجيب اول صورة من الحالة الفنية طول الماتش بكرة هنشوف الصورة دي اربعة خمسة واحد اوكي المساحات المسافة نفس اللي كسب فيها مورينيو انترميدا مع برشلونة في النهاية عشر عشر اربعة خمسة واحد هنشوفه بكرة طوال المباراة الجناحين ايا كان بقى مين الاسماء الجناحين مرتدين قدام الزاهرين الجناح اليمين والجناح الشمال المسافة ما بين خط الدفاع وما بين مرهون محصن قريبة جدا المساحات قريبة عشان تفك التكتل دوت من بدري تحاول ان انت تجيب جون بدري هتسهل عليك الماتش في اول العشرين دي هتجيب جون بدري ازاي اول حاجة لازم الزاهرين يتحركوا بشكل كوي دي برضو نفس الشكل اهو حالة تانية اربعة خمسة واحد لازم الزاهرين محمد هاني وعلي معلول يزيده ويعملوا كرات عرضية سواني يوقف بس الصورة اللي فاتت لازم الزاهرين يزيده الحاجة التانية لازم يكون في حل التزديد من مسافات مهم جدا الحاجة التالتة الحل الفردي القدرات الفردية البرسي توح سين الشحات عشان تقدر تختارك دفاعات في اوتشر من بدري هما بيعتمدوا على ايه المدرب الشوط الاول قدام برامدز ما كانش عنده تحولات خالص الشوط التاني لما نزل احمد عاطف مكان مروان محسن اتحسن كتير في التحولات بص هنا الحالة دي في الديهاتة ستة تمانية وسبعين بص اول ما بيطاعه الكورة بيلعبها احمد عاطف لمين لعبد الكبير الوادي هاته الصورة اللي بعدها شوف كم واحد بص التحول بتاعهم اتحسن ازاي في الشوط التاني واحد اتنين تلاتة اربع خمسة جايين فانت مهم جدا ان لازم مروان عاطية او كوكا واحد اللي هو هيبقى وايف قدام الاربع عندنا حزاري من الهجمة المرتدة لفيوتشر لازم ان انا الاول اتعامل الركابة الوقائية بتاعتي تبقى بشكل كويس عشان امنع الهجمات المرتدة انا اه عايز اهاجم وعايز اجيب جون لكن الماتش ده فيه اشوط اضافية فممكن عادي ان انا كمل فلازم الاول مايجيش فيها جون صح مايجيش فيها جون ازاي بتواجد مروان عاطية قدام الاربع يأمن لي الاربع مدافعين حزاري من الهجمات المرتدة لان التحولات بتاعتهم مع المدرب ده خاصة لما بينزل احمد عاطف في الشوط التاني بيبقى تغييرها كويسة بيديهم نفس جديد شوف التحوق كانت الصورة اللي بعدها برضو هنا هنلاقي بيقطع في نص الملعب نفس الشكل كانوا ممكن يكسبوا بيرامز في المباراة في اخر ربع ساعة تحديدا كمل لما تقطعت إلا حصل نفس الشكل برضو لعيب الافريكي لعيبها لأحمد عاطف في المساحة الفاضية خاصة كمان لما خرج وليدي الكارت في بيرامز وسط الملعب في ده خالص بتاع بيرامز كانت تغييرها غريبة جدا من باتشكو كمل شوف هنا راح هتلاقي فين أحمد عاطف راح انفراط كان سهل جدا ان بيرامز مثلا يسجل ان مودرن فيوتشر يسجل في بيرامز في دقيقة 75 بكرة انفراط زي دي أحمد عاطف رايح ده يمكن بعض الأسرار عندهم تعال نشوف برضو بعض العيوب أو نقاط الضعف عندهم هنا جنام محمد جنام لما بيبقى الوحده في وسط الملعب الاتنين اللي قدامه لعيبت كورة محمد فاروق ومحمد صادق فجنام لما بيتضغط عليه بكرة لازم نادي الأهلي يعمل ضغط على جنام محمد ده تحديدا ليه؟ عشان تفصل دفاع فيوتشر على هجومه وغنام محمد لما بتضغط عليه بتظهر عيوب مودرن فيوتشر هنا بص برضو بيرامدز بيحاول عبدالله السعيب بيحاول يقرب منه كمل هتلاقي لما الكورة قطعت ارتدت عليهم على طول بايه؟ بص هنا عبدالله قطعتها على طول فانت مهم جدا الضغط على جنام محمد لازم باللعيب اللي هو التاني سواء إمام عشور أو كوكا واحد فيهم لازم يضغط هنا برضو عندهم عيوب واضحة جدا في الكورات العرضية في التمركز في الكورات العرضية مهم مثلا حشان كده بدأت كلامي اني لازم بكرا نقطر الكورات العرضية من الزائرين